واستحب بعضهم أيضا أن يكثر عنده من الدعاء الصالح و أن يحسن ظنه بربه كما قال ابن عباس لما دخل على عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا و إذا عمر في الموت بعدما طعن عمر رضي الله تعالى عنه مرارا فجاء ابن عباس و دخل عليه و كان عمر يقول والله لو كان لي قراب الأرض لفتديت به من هول المطلع بين يدي الله من هول الوقوف بين يدي الله و قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين و الله لقد أسلمت فكان إسلامك فتحا المسلمون قووا لما أسلمت قال فكان إسلامك فتحا و هاجرت فكانت هجرتك نصرا و إني طالما سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول خرجت و أنا و أبو بكر و عمر و جئت و أنا أبو بكر و عمر و ذهبت و أنا و أبو بكر و عمر قال و إني لأرجو الله أن يجمعك مع صاحبيك فقال له عمر و قد سمع هذا الكلام الحسن قال عمر والله لقد فرجت عني يا ابن عباس يعني أسعدتني بهذا الكلام و لذلك يستحب عند الميت أن يحسن ظنه بربه أقبلت أم إلى ولدها و هو يموت فبكت و قالت ألم أكن أحذرك هذا المصرع ألم أكن أخوفك من هذا المصرع المفترض أنها تحسن ظنه بالله فقال له الغلام يا أمه لو كان حسابي عليكي ماذا كنت تفعلين بي قالت أرحمك و أسامحك و أعفو عنك قال فإن حسابي عند من هو أرحم بي منك فصار هو الذي يعلمه حسن الظن و لذلك ينبغي لمن حضر عند ميت أيضا أن يحسن ظنه بربه أبد أنت تقبل على رب غفور على رب الرحيم لو قال أنا ما كنت أصلي جيدا أنا عندي مشاكل مع والدي أبد إن شاء الله الله غفور رحيم و أنت الحمد لله أنت تصلي و أنت تصدق في ذلك اليوم و أنت كنت الحمد لله أيضا حسن التعامل مع كذا و أنت يحسن ظنه بربه هذا الذي ينبغي عند من يحضر ميتا